بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحمد ظهراني أحييكم من جديد وإحنا بنكمل رحلتنا الشيقة والممتعة في علم الكريني الأبروتشز وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن بعض الأبروتشز اللي related أكتر للأنتيرير والميدل سكالبيز تعرفنا على الفرنطال والسبفرنطال أبروتشز وتعرفنا على التريونال أبروتشز أو الفرنطو تيمبرال أبروتشز وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التيمبرال والسبتيمبرال أبروتشز تعالوا النهاردة نسيب السكالبيز شوية ونقلب الكورة بتاعتنا تاني اللي هي الجمجمة ونطلع لفوق لأعلى الكرينيال فولت أو الفيرتكس عشان نتعرف النهاردة على ديفرنط أبروتشز نقدر نوصل لها عن طريق الكرينيال فولت كلامنا النهاردة هيكون عن البرائتال أبروتشز والباراساجتال أبروتشز والإنتر هيمسفيريك أبروتشز طبعا أنت مش مخضود ومش مستغرب لما تلاقيني هتكلم على كذا أبروتشز مع بعض لأنه واضح أن التلاتة أبروتشز اللي هنتكلم عنهم النهاردة الكرينياتوميز بتاعتهم تكاد تكون متشابهة وتكاد تكون قريبة من بعض في أوجه كتير زي ما هنشوف النهاردة فإحنا قلنا قبل كده الفرانتال أبروتشز مثلا والسبفرانتال أبروتشز تقريبا بيتعملوا من كرينياتوميز واحدة وكذلك التمبرال والسبتمبرال أبروتشز بقدر أوصل لديفرن تارجتز بكرينياتومي واحدة ولما كلمت عن التريونة الأبروتشز قدرت أوصل لتارجتز في الكورتكس تاعة البريين والسيليفين فيشر وكذلك السكالبيز عن طريق كرينياتومي واحدة فالنهاردة كلامنا على تلاتة أبروتشز وتلاتة تارجتز مختلفة ولكن جمعتهم مع بعض لأن الكرينياتوميز بتاعتهم متشابهة وليست واحدة طبعا تعتبر تكون متشابهة ليه؟ هذه الكرينياتوميز قائمة على أن أنا بفتح فتحة فين؟ بفتح فتحة في أعلى الكرينيال فولت أو عند منطقة الفيرتكس منطقة الكرينيال فولت ديت لو أنت فكر معايا كان فيها أني عضم والله من قدام فيها الفرانتال بون ومن وراء عندي تو برايتال بونز وما بين الفرانتال بون والبرايتال بون كان عندي الكورونال سوتشر وما بين التو برايتال بونز كان عندي مين؟ الساجتال سوتشر أهوانا المنطقة دي بقى لو أنا عملت فيها الكرينياتومي هيبقى هو ده هيوصلني للأبروتشز اللي أتكلم عنها النهاردة تمام كويس قوي طيب معلش لو انت عملت كرنيوتومي في الحتة دي يعني عملت كرنيوتومي في الحتة دي انت قلت عليها دي لقيا ايه بتاعت الكرنيا الفولت من فوق دي اه ايه الستركتورز اللي مفروض تبانلي والله منطقيا كده هيبانلي بقى اول حاجة اعلى او الجزء العلوي من المخ اللي هو هيبقى related للفرانتال لوب من قدام والبرايتال لوب من وره تمام مظبوط ولان دوت يعتبر الجزء العلوي من المخ فأنا كده اعتبر قريب من الميدلاين احنا عارفين ان المخ عبارة عن تو سريبر الهيمنسفير صح ولا ايه فأنا في المنطقة三ية في اعلى الهيمنسفير اه يعني انا قريب من الميدلاين طب الميدلاين ده اللي ما بينة تو سريبر الهيمنسفير كان فيه فيشر كده كان اسمه ايه الميديا اللونجتوديونا الفيشر صح طيب وإيه اللي بيفصل التو سيريبر للمسفيرز عن بعض يا باشا فكرني كده آه ده كان فيه ديور الفولد كده ماشي في النص كان اسمه إيه فالكس سيريبراي برافو عليك يعني أنت عايز تقولي أن الابروتش ده يوصلني الفالكس سيريبراي آه طبعا يوصلني الفالكس سيريبراي أنا في أعلى حتة يعني أنا كده وصلني للكورتكس في أعلى الكورتكس بتاع الفرانتال لوب والبارايتال لوب وقربني من الميدلاين يعني ممكن هشوف هنا الميديا لونجتودا الفيشر لا مش هشوفه بالظبط كده لأنه هو ما فرض ما بين التو سيريبر لمسفيرز في مين في الفالكس سيريبراي كلام محترم جدا طيب فكر بقى مين الستركتشر المهم الخطير اللي موجود في أعلى الفالكس سيريبراي ويقع برضه ما بين التو سيريبر لمسفيرز أيوة مين بقى السوبيليور ساجتال ساينس وهنا يجب أن نقف تعظيم السلام لهذا الساينس المهم الخطير ومحور مهم جدا في عمليتنا النهاردة وله دور كبير في تحديد كل شيء في عمليتنا النهاردة السوبيليور ساجتال ساينس هذا الساينس اللي موجود في أعلى ديورال فولد اللي هو الفالكس سيريبراي الذي يفصل التو سيريبر لمسفيرز عن بعض الله يبقى هذا الابروتش اللي بأتكلم عنه النهاردة لو أنا عملت هذا الكرنيوتومي هذه الكرنيوتومي هعملها في الكرنيا الفولت من فوق اللي هي جزء بينها فرانتال بون وجزء منها باريتال بون وبينهم بقى الكورونا الستشار والسرشل سوشار والكلام الحلو دوت لو انا شلت العطم ده هيبنلي مين والله هيبنلي اول حاجة اعلى جزء في الهيمسفير اللي هو جزء منه هيبقى افرانطالبون وجزء باريتالبون على حسب انت فاتح فين ولحد الميد لاين بقى اللي هيبنلي فيه الميديا اللونجودودا الفيشر اللي مفصول ما بين الـ 2 cerebral hemispheres بمين بفالكس سربراي واعلى الفالكس سربراي مين هيبادلي بقى هنا السوبرير ساجتال ساينوس كلام محترم جدا جدا يبقى انا هذا الكريناتومي اوازيه الكريناتومي بيانتلي كل الستراكتورز دي وبنان عليه انا بقى لما فهمت الكلام ده قدرت ان انا اخترع لي أبروتش جديدة قائمة على هذا الكلام والله لو انا عايز اشتغل على الكورتكس بتاع البريم في الجزء العلوي من البريم في الناحية دي سواء كان برايتال لوب او الجزء الخلفي من الفرانتال لوب والله منطقي ممكن اخخش برايتال أبروتش او پوستير الفرانتال ابروتش من المنطقة دي كلام صحي جدي برافو عليك طيب مش انا بقى موجود عند الساجتال ساينوس هيبان لي هنا اه طب ايه رأيك لو في تيومر خارج لي عند الساجتال ساينوس زي ايه مثلا زي البراساجتال مينجيومة مثلا اه والله برافو عليك يعني البراساجتال مينجيومة اقدر اشتغلها من الابروتش ده لان انا هيكسبوز الساجتال ساينوس صح برافو عليك طب انزللي تحت شوية كده لو فيه فالساين من انجيومة يعني من انجيومة خارجة من الفالكس سيربراي صح يا ابن اللعيبة ده نقدر بالأبروتش ده برضو أخش جوة شوية ما بين التو سيريبر لمسفيرز عند الفالكس وأقدر أكسبوز الايه التيومر اللي هو الفالساين من انجيومة كلام محترم جدا طب مادم أنا دخلت جوة كده ما بين التو سيريبر لمسفيرز ووصلت الفالساين من انجيومة ما ايه رأيك ان احنا نكمل رحلتنا كده ما بين التو سيريبر لمسفيرز أو انتر همسفيرز يعني وقدر أوصل لعمق عمق المخ ده أنا ممكن عن طريق الانتر همسفيرز أبروتش ده أوصل للكورباس كالوزم واللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل لا 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 براح علي ثيرد فينتريكل استمتع معايا بالحلقة النهاردة مفاجآت كتير هنتكلم عنها النهاردة وازاي عن طريق هذا البرايتال كرينياتومي أو الفرانتو برايتال كرينياتومي اللي موجودة في أعلى كرينيال فولت هقدر أوصل لتارجتس مختلفة تماما لكن يظل القادة العامة الكرينياتومي بتاعتي فين في أعلى كرينيال فولت الستراكتشوز المفروض هتبنلي جزء من الكورتكس أعلى الكورتكس أعلى السيريبر المسفير جزء فرانتال لوب وجزء برايتال لوب هيبلي السوبيريور ساجتر ساينس ما بين اللي هو في الميديا اللونجتوني والفيشر وكذلك ممكن يبلي الفالكس سيريبراي ما بين التو سيريبر المسفير وهو ممكن كمان أخش إيه انتر هيمسفيريك أبروش الله عليك يا نجم لأنت كده فعلا قلتلي الابروتش الثلاثة البرايتال أبروش والبراساجتال أبروش والانتر هيمسفيريك أبروش يلا بينا نبدأ نتكلم على الديفرنت أبروش دول اللي زي ما انت هتلاحظ الكرنياتوميس بتاعتهم تكاد تكون متشبهة وأول حاجة بنفكر فيها كالعادة قبل ما نعمل أي أبروش بنعمل إيه نفكر في إيه البوزيشن إيه البوزيشن بتاع العيان والله حركة أنا عايزة اشتغل على الفيرتكس أو أعلى جزء في في الفيرتكس من فوق الأعلى جزء من الفرانتال البون والبرايتال البون حضرتك طيب إيه رأيك إن احنا نعمل العيان ده سوباين آه مقبولة بس ورضو معلش أنا هشتغل في أعلى الفيرتكس يعني أعلى جزء في الفرانتال وبالذات برايتال لوب يعني آه لأ مش هينفع بقى لإيه السوباين فلات ده اللي اشتغلته في حالات الفرانتال أبروش لأ معلش ارفع لي السرين شوية الفوق وارفع لي رأس العيان شوية الفوق آه تخيل فعلا ده حلو قوي البوزيشن ده ده سوباين سيمي سيتنج بوزيشن آه العيان نايم سيمي سيتنج بحيث أن اللي يكون مواجهني لفوق مين اللي ايه الفيرتكس في وش على طول اللي هو ايه الكرينيال فولت في وش أعلى الكرينيال فولت في وش كلام محترم جدا اسمه ايه سوباين سيمي سيتنج ولا ونيوترال بقى ولا باصل سيمين ولا شمع وكانت زي الفول كده حلو قوي هذا البوزيشن يقدر يوصلني بسهولة جدا للتارجت بتاعتيه في البرايتال لوب الفرانتال لوب الانتر هيمسفيريك كمان حلو جدا البوزيشن ده الانتر هيمسفيريك أبروتش كذلك بزاد بقى في الانتر هيمسفيريك ان انا اساسا عايز اشتغل ميد لاين يعني عايز احترم الاناتومي 100% فحب ان البوزيشن بتاعي يكون نيوترال فعلا عشان اكون انا عارف اتخيل انا مكاني فيه تمام فده اول واشهر بوزيشن ممكن نستخدمه فيه هذه الابروتش اللي هو ايه سوباين with semi sitting position كلام محترم جدا جدا بس فيه بوزيشن تاني برضو ممكن ان احنا نستخدمه في بعض الحلقات ايه البوزيشن ده lateral position lateral position زي بتاع التمبرال الابروتش كده والسبتمبرال لما كان العيان نايم في لات سوباين وراسه مقلوبة 90 درجة لا امال ايه لا حلق ده جسمه كله حضرتك مقلوب معايا بص المنظر ده هو اصلا نايم على جنبه عشان كده بنسميه lateral position هو العيان نايم على جنبه فعلا وراسه بالتالي برضو تكون مقلوبة على جنبها وده بيكون position مختلف شوية عن السوباين semi sitting position لان في lateral position انت في همسفير هيبقى لفوق وهمسفير هيبقى لتحت واخبالك ازاي لكن في السوباين semi sitting ايه الاثنين همسفير midline في وشك neutral position لا فهذا lateral position بيبقى في عندك همسفير لفوق وهمسفير لتحت طيب واحنا بقى لما هنيجي نشتغل هنشتغل على ايه على الهمسفير اللي فوق وده الهمسفير اللي تحت والله براحتك على حسب رؤيتك وعلى حسب الターجت بتاعك بمعنى ممكن انك تفتح ويكون الهمسفير اللي فوق اللي في وشك على طول تفتح عليه لو فيه تيومر مثلا في البرايتل لوب او حاجة عايز تخش دايريكت عليه افتح يا باشا هذا الكرنياتو والهمسفير في وشك فوق وصباح الفل دي طريقة محترمة جدا بس ممكن ساعات بعض الناس تقولك لا افتح لي معلش على الهمسفير اللي تحت او خلي التارجت بتاعي موجود في الهمسفير اللي تحت زي في حالات مثلا البراساجتال مننجيومة او الفلسايم مننجيومة يقولك اصلا عارف ان البلات سابلاي بتاع البراساجتال طب ما انا عايز بقى اخلي التارجت بتاعي او الحاجة اللي في وش تكون هي للفوق فاخش عليها هي لناحيتي الاول واخلي كمان الجرافتي تسحب التيومر بعيد عن الفالكس فيساعدني ان انا اشير ماشي يا عم كلها ايه كلها يعني حسب اختيار ورؤية و يعني حب الجراح الجراح يحب ايه اه التلاتة دول او ال two positions دول مقبولين جد لكن دعنا نتفق ان السوباين semi-sitting position هو الposition الرسمي لهذا الابروتش او لهذه الابروتش المختلفة يظل السوباين semi-sitting position هو الposition الرسمي لكن ممكن انت يسيدي تعمل lateral position على عيني وعلى راسي عايز تخلي الهيمسفير اللي فيه تارجت بتاعك هو الفق اهلا وسهلا لكن نرجع ونقول ما هو الposition هو supine semi-sitting position هو ده الposition الرسمي اللي بنستخدمه كلام ظريف جدا جدا طيب عملت الposition يا باشا حبيب قلبي ها الخطوة جاية ايه حضرتك يلا skin incision كويس يلا فين الskin incision والله يعني الskin incision حرك على حسب الكرنياتومي هتبقى فين صح كلامك مظبوط على حسب الكرنياتومي هتبقى فين هعمل skin incision طي فين الكرنياتومي حضرتك بقى والله على حسب التارجت بتاعك ما انت برضو خد بالك الفيرتكس كبيرة يعني هل مثلا الليجن بتاعك او تيومر بتاعك اللي انت تدخل عليه ده هل هو موجود انتيرير في البوستير پارتال الفيرتال ولا في النص ناحية اول البرايتال ناحية مثلا البريجما كده اللي هي ما بين الكورونا والسجن ولا هي ورا ما انا معرفش حرك بتحدد الاول مكانها فين او مكان التارجت بتاعك فين وعلى اساسه بتفصل الكرنياتومي وحجمه وشكل الكرنياتومي وعلى اساسه هنفصل الكرنياتومي وخبالك انت ازاي لكن هناك قعدة عامة في الاسكين انسيجن وفي الكرنياتومي لكل الكرنياتومي في هذا المكان مهما كانها قدام بقى ورا اللي انت هتفصلها براحتك لكن في قعدة عامة للسكين انسيجن والكرنياتومي ايه هما بقى بصوا معي في الاسكين انسيجن اول حاجة ممكن يكونوا شكلين يا اما لينير سكين انسيجن يا اما انفرتد هورس شو او انفرتد يو الله زي التيمبرول اه وخد بالك برضو بيمشي بنفس القعدة الله الله فاكر لما قلتلك في التيمبورال سكين انسيجن لما كنعمل التيمبورال ابروش لما قلنا بنعمل اللينير ايه بنعملها ايه اللينير يقولك اعملها بالطول بالطول هنا عشان تبقى باللول لل gì للبلبلواج طب ما Electronic الكلام هنا لو انا عايز اعمل باللون انسيجن هنا عملها ازاي ها عملها في اتجاه الكورونال سوشر باللول لاتجاه البلد سابلاي بتاع الاسكلب يا جامد يا لعيب طيب لو انا عايز اعمل الانفرتد هورس شو انسيجن اعملها ازاي والله عايز تعمل الانفرتد هورس شو انسيجن خلي الستمب بتاعها او اللي هو الستم بتاعها البيز بتاعها يعني نحية ايه نحية الودن يعني السي بتاعتي البيز بتاعها فينا وانا مثلا اشتغل على الرايت همسفير اشتغل انا على الرايت همسفير يبقى لازم تكون البيز بتاعته نحية الودن اليمين الله الله لان انا عارف ان البلد سابلاي طلع من ايه من تحت الفوق فخلي الستم بتاعتك نحية الايه نحية اليمين واخد بالك وانت بتفتح الهورس شو انسيجن معلش يا باشا ان احنا لازم السي بتاعتك دي تعدي الميدلاين الله يعني ايه تعدي الميدلاين اه يعني لازم حضرتك وانت داخل لجوه بحرف السي كده وبتعمل الانفيرتد هورس شو انسيجن انك تعدي للميدلاين علشان تنفولف معايا الساجتال سو تشير وانا قصدي اكتر ان انا انفولف معايا مين السوبيريور ساجتال سينس لازم تكون عديت فوق السوبيريور ساجتال سينس ولفت ورجعتلي بحرف السي ما تعمليش نحية واحدة لا عايز تعمل اكسبوجر مزبوط وعايز تعمل انسيجن مزبوطة يبقى تعملي انفيرتد هورس شو شيبت انسيجن البيز بتاعها نحية الويدان بتاع الابسي لاترال سايد وياريت وانت بتلف بحرف السي كده تعدي للميدلاين وتلف لان انا عايز اكسبوجر الساجتال سو تشير وعايز اكون كمان اكسبوجر مين السوبيريور ساجتال سينس دي القواعد العامة في الاسكين انسيجن في هذه الابروتش لو هتعمل لينير انسيجن يبقى پارل اللي مين يبقى پارل اللي الكورونال سو تشير لو هتعمل انفيرتد هورس شو شيبت انسيجن ده كلام محترم جدا بس البيز بتاعتك او الستيم بتاعتك تبقى ناحية الويدن في دقيب سي لاترال سايد عشان نحترم البلات سابلاي وخلي الانسيجن بتاعتك تعدي الميدلاين او الكيرف بتاعك يعدي الميدلاين علشان ييكسبوز الساجتال سو تشير وبالتالي ييكسبوز مين السوبيريور ساجتال ساينس من تحته كلام محترم جدا جدا دي اول قاعدة اللي هي قاعدة الايه الاسكين انسيجن طيب القاعدة التانية يلا عايزين نعمل ايه الكرنيوتومي عايزين نعمل الكرنيوتومي حلو جدا والله الكرنيوتومي بتاعتنا القاعدة بتاعتها ايه انها لازم انها تبين الساجتال ساينس الله يعني انت ايه عايز تعدي فوق الساجتال ساينس اه عايز اشيل العظم اللي فوق الساجتال ساينس اه شفت بقى ازاي وكذلك طبعا العظم اللي على الجنب العظم اللي على الجنب ده على فكرة مش مشكدة ده الكرينيوتومي عبيطة قوي تعمل برهول وتقعد تلف بالكرينيوتوم كده وانت مبسوط وكل حاجة الساجتال ساينس واحد من اخطر الساينس المسؤولة عن الدرينيج of the brain والسي اس اف اللي موجودة في المخ وكنت قلتلك قبل كده مرة كده وهعيد الكلام تاني ان الانتيرير وان ثيرد يمكن خطورته وتأثيره مش جامد قوي لو حصل ان هو اطقطة او حاجة ولكن لو انا رجعت وراء الكورونال سوتشر كل ما برجع وراء الكورونال سوتشر كل لما قيمت وتأثير السوبيريور ساجتال ساينس بتزيد الله يعني هنا يجب ان نحترم الساجتال ساينس احترام كبير جدا طيب وبالتالي فلازم الكرينيوتومي بتاعتك اللي انت تعملها لازم انها تنفولف الساجتال ساينس لازم نشوف الساجتال ساينس ونحاول انه بريزيرف الساجتال ساينس مش بس لان انا خايف عليه لان انا هشتغل عنده انا هشتغل براساجتال او داخل حتى هشتغل انتر همسفيرك وبالتالي هنا لما نيجي نصمم الكرنيوتوم بتاعتنا طبعا على حسب مكان التارجت بنحط برهولز فين والله فيه برهول برهولز موجودة ناحية الكورتكس او ناحية اللي هو الكونفكست يعني وبحط برهولز عند الايه عند الساجتال ساينوس وهنا بقى لازم اسألك حضرتك شغال بالكرنيوتوم ولا بالججليسو زي حالتنا كده بتشتغل عادي بالاتنين والله لو شغال بالكرنيوتوم حط البرهولز بتاعتك فوق الساجتال ساينوس عادي او لترال شوية للساجتال ساينوس بحيث انك تعديه بص الكلام مهم جدا الكلام ده انت دلوقتي بتعمل الكرنيوتوم ومعاك معاك ايه معاك اللي هو الكرنيوتوم الكهرباء هتحط البرهولز فين على الكونفكستي عادي او مفيش مشكلة وممكن تحط كمان برهولز فين فوق الساجتال ساينوس او الافضل كمان ايه لاترال شوية للساجتال ساينوس يعني انت لو تعمل كرنيوتوم يمين خلي في برهولز كده ناحية الشمال شوية من الميد لاين علشان تكون عدية الساجتال ساينوس وتلف لفتك عادي بالايه بالكرنيوتوم بس خد القاعدة ديت خلي اخر لمب تشيله او تعدي عليه بالكرنيوتوم هو اللمب اللي ناحية مين الساجتال ساينوس ليه عشان لو لا تقدر لا تقطع تبقى انت خلاص قررت ترفع العظمة وتعرف تتعامل معاه ما تدقليش في الاول بانك تنشر ناحية الساجتال ساينوس فيتقطع منك فيبقى لسه قدامك بقى لفة كبيرة عشان توصله وكذا فانت خلي اخر لمب تتعامل معاه هو ايه هو اللمب بتاع الساجتال ساينوس ولكن في كلمة هنا مهمة لو انا ما عنديش بقى كرنيوتوم او كرنيوتوم فجأة لقيت التمريد بتقول لي معلش الكرنيوتوم ايه عاطل يا باش عندنا بقى ايه يجليسو اه هنا بقى يحبز ودي الطريقة اللي احنا تعلمناها في الديميرداش وفي عين شمس ان انت عند المنطقة بتاعت الميد لاين عند الساجتال ساينوس تعمل برهولز على يمين وعلى شمال الساجتال ساينوس يعني ممكن الكرنيوتوم دي تعمل فيها ستة برهولز اتنين على الكونفكسيتي واثنين على يمين الساينوس واثنين على شمال الساينوس اه وبعدين تعدي بالجيجليسو بقى تعدي بالجايد من كل حاجة وتخلي برضو اخر لمز هي المين هي لناحية الساجتال ساينوس هنا احنا بنبقى متطمنين ان الليمز اللي بتعدي فوق الساجتال ساينوس تعتبر ايه صغيرة المسافة بتاعتهم صغيرة بدل ما تبقى مسافة طويلة بتعدي فوق الساجتال ساينوس ودي طريقة علشان لو انت بصدم الجايد او جيجليسو المهم ان هي دي الطرق بتاعت فتح الايه فتح الكرنيوتومي طرق تحترم الساجتال ساينوس واخد بالك من مكان الساجتال ساينوس وإن إحنا كمان عايزين نعمله exposure لإن إحنا هنشتغل parasagital أو كمان لو هنشتغل inter-hemisphere كلام محترم جدا إحنا البوزيشن بتاعنا في الأغلب إنه هو كان إيه كان supine with semi-sitting position عملنا الskin incision إما linear أو inverted horse shoe shaped incision الباس بتاحها ناحية الإبسي لاترال side والكيرف بتاع السيدة عدة الميدلين كلام محترم جدا ولما عملت الكيرنيوتومي عملتها ازاي عملتها معدية الميدلين برضو عشان نexpose الساجتل sinus ولو أنا معايا كيرنيوتوم ممكن أحط برهولز على الساجتل sinus أو لاترال دي حاجة بسيطة ولو أنا معايا جيجلي سو يبقى أنا كده هتطر إيه هتطر أن نعمل برهولز على جانبي الساجتل سينوس غير طبعا البرهولز بتاع الكونفكستي ونعمل الكيرنيوتومي بتاعتنا زي ما اتفقنا تحديد وتفصيل السكين انسيجنز والكيرنيوتومي على حسب الايه على حسب التارجت بتاعك صح؟ بس فيه تارجت كده معين ممكن نخشله من هذا الابروتش ليه حاجة سابتة وليه حسبة سابتة للايه للسكين انسيجن والكيرنيوتومي ايه هو التارجت ده؟ حاجة بنسميها او ابروتش بنسميه ترانز كالوسل أبروتش ترانز كالوسل أبروتش ان انت ناوي انك تخش على اللاترال فينتريكل والثرد فينتريكل بالانتر هيمسفيرك أبروتش 蘇 Gina نكلم عنه حرا دلوقتي وتوصل عن طريق الانتر هيمسفيرك أبروتش ده الى الكوربس كالوسل وتخش بقى ناحية الانترال فينتريكل والثرد فينتريكل زي ما هنشرح النهاردة ان شاء الله هنا بقى بيقولك ايه معلش انا عندي قواعد عامة لازم اقول لك عليها لو انت هتعمل هذه الكرنيوتوميز اللي هي هتوصلك الى الترانس كالوزا الابروكش ايه هي ده على حسب كلام الهاند بوك بيقول لك انت لما تفتح الاسكين انسجن بتاعتك تخلي تظبط الدنيا بحيث ان يكون الانفرتد يو بتاعتك اللمب الانتيرير لمب ده يكون 6 سنطي قدام الكورونا السوتشر واللمب الخلفية تكون حوالي 2 سنطي وراء الكورونا السوتشر ده واضح ان هو شغال هنا فرانتال اكتر منه برايتال بس كله شغال في الفيرتكس برضو فهو نفس الفكرة بس عشان تقدر توصل للترانس كالوزا الابروكش اللي انت بتدور عليه ده اسمع مني الكلمة دي هتفتح ازاي الانفرتد يو العادية بنفس القعدة البيز ناحية الايه الويدن والكلام دوت ولكن تفصلتك لللمب ايه الانتيرير لمب هيبقى ايه 6 سنطي قدام الكورونا السوتشر وبعاكها تلف بالكيرف بتاعك عد الميد لاين زي ما اتفقنا وبعدين البوستير اللي بيكون ايه 2 سنطي وراء الكورونا السوتشر اه اه كلام محترم جدا يعني كده زي ما قلنا مبين لي ايه مبين لي الفرانتال بون بنسبة كبيرة وكورونا السوتشر وجزء من البرائتال بون ده كلام محترم جدا طيب وبعدين قالك بعد كده لما تيجي تعمل الكرنياتومي برضو بنفس الفكرة اللي احنا قلناها ديت هتعمل الكرنياتومي بحيث ان يكون ايه هيبقى 3 الكرنياتوميフرانتال وتلتها بارايتال تشوف محدد لك الدنيا ازاي تلتها 3 فرانتال وتلت بارايتال ما بينهم الايه ما بينهم الكورونا السوتشر وانت معتبض على نفس الفكرة برضو ان انت عامل الكرنياتومي وطاتك فيه 2 برهولز على الكونفاكستي وفيه برهولز على الفرانت على الساجتال ساينوس لو انت هتشتغل بالكرنياتوم او 2 يمين و2 شمال الساجتال ساينوس لو انت معاك الجيجلي سو وترفع الكرنيوتومي بس المهم هو حدد لك المكان لانه هو حدد لك الطارجت بتاعك ده اللي هو أنهي طارجت الترانس كالوزا الابروتش اللي هو بنخشوله بانتر همسفيرك ترانس كالوزا الابروتش هتعمله ازاي الانفيرتد هورس شو بنفس القعدة البيزل تحت الانتيريير لمب 6 سنتي قدام الكورونال الكيرف بتاعك يلف حوالينا ويعادل الميد لاين البوستيريير لمب فين 2 سنتيمتر طب اللي ايه الكرنيوتومي بنفس الاسلوب بتاعنا بتاع الكرنيوتومي تلتينها فرانتل وتلتينها ايه برايتل وبينهم مين بينهم الكورونال سوتشر هي دي القواعد العامة للسكين انسيجن وايه والكرنيوتومي في هذه الابروتش المختلفة اتمنى يكون الموضوع واضح وصريح والدنيا سهلة باذن الله طيب فتحت يا باشا الايه السكين انسيجن ورفعت العظمة وشفت قدامك الديورة اللي المفروض يكون جزء منها بين مين في الجزء الميديا لكده ناحية الميد لاين اه ده الساجتة الساينس يا ما باين لي هنا يا امهاري سويد ولا بلاش يا امهاري سويد عشان في ناس بتزعل منها لان اقول يا امهاري سويد يا امهاري سويد ابيض ايه ده الساجتة الساينس ظهار لي هنا طبعا انت بتبقى الان ان الساجتة الساينس ده يحصل فيه مشكلة طب يلا بقى احنا حركة عايزين نفتح الديورة بقى افتح الديورة ايه حضاك فيه سجدة السينس هنا تفضل افتح الديورة بص بقى القاعدة بقى دي قاعدة بقى في كل حاجة لما تيجي تفتح الديورة هنا هتعملها inverted U برضو بس البيز بتاعها مين البيز بتاعها السينس اه ده مش كده وبس ده انا بعد لما هفتح حرف السيل اللي هو ال U او انسيجن دوت اللي هو ناحية السينس هروح قلبه وواخد السينس معايا الناحية التانية والحتة دي خطيرة جدا واخد بالك ان حرف السيل اللي انا هفتح بيت ديورة هو عكس حرف السيل اللي انا فتحت بيد ال skin incision حرف السيل اللي انا فتحت بيد ال skin incision البيز بتاعته راح يتمين ناحية الودان حرف السيل اللي انا هفتح بيت ديورة البيز بتاعته راح يتمين ناحية الميد لاي ناحية السجدة السينس يبقى انا بعد لما ديورة ظهرتلي هفتح ديورة ازاي C-shaped C-shaped هذا C-shaped البيز بتاعته ناحية مين ناحية الساجتال وبعدين بعد لما هفتحه هروح واخد هذا الديورة الفلاب واروح قلبها ومعلقها ناحية مين ناحية الساجتال كأنها بتاخد معايا الساجتال وتتحرك لي ايه بتتحرك لي ناحية الميدلاين الله علشان بهذه الفتحة او بهذه الطريقة فتحة الديورة انا حميت الساجتال بعدت الساجتال عن وشي وعن شغلي ها وعملت جود اكسبوجر لمين للكونفكستي كورتكس كورتكس بتاع الفرنطال وعملت كمان جود اكسبوجر لمين للجزء بتاع الميدلاين لان انا بعدت الساجتال ساينس اللي هو رشائلي في الايه في الميدلا لونجوتونا الفيشر فانا كيه ظهرت الميدلا لونجوتونا الفيشر يعني اقدر ان انا اخش واكسبوز الجزء في الميدلاين دوت واشوف بقى الفالكس لو انا نواي ادخل ناحية الفالكس واخش كمان انتر هيمسفيريك واقدر اكمل طريقه الله شوف بقى كل ده بمين فتح الديورة حلوة لو عملت فتح الديورة حلوة وسعت لك الدنيا وبينت لك كل نفسك فيه عايز الكورتكس اهو بنلك من الاول خالص عايز براساجتال ايريا طبما انا اخمالت البس بتاعي راحت الساجتال ساينس وكمان شديت الديور الفلاب بعيد علشان اخد لي معايا الساجتال ساينس كمان وافتح لك يا عم الميديا اللونجوديدون الفيشر ادي الفالكس اهو ادي البرساجتال ايريا هي ودي الفالكس اهو عايز تخش كمان انتر هيمسفيريك تفضل يا باشا حمد الله على السلام الله ده بالنسبة لفتح الديورة يبقى شوف فتح الديورة الاستيم بتاعتها فين ناحية الساجتال ساينس عكس مين عكس الاسكين انسيجن الاستيم بتاعتها كانت ناحية مين كانت ناحية الودان كلام قمة في الموتعة خلاص فتحت الديورة يا باشا يلا بينا ايه نشوف انت عايز تعمل ايه حضرتك والله حركة انا عايز اشتغل على الكورتكس تفضل ده قدامك كل الكورتكس اهو بيحييك ها عايز تخش حضرتك على ايه والله ايه انا عايز اخش على البرساجتال ايريا طيب تعالي عايز تخش البرساجتال طيب ما انت بعت الاساجتال ساينس وقدامك بقى البنطقة بتاعت الايه بتاعت البرساجتال ايريا اعمل بقى اللي انت عايز وعايز بقى ان انت تيدايسكت التيومر من الساجتال ساينس عايز ان انت تعمل دي بالكين practicing من حوالين الساجتال ساينس انت حر طيب والله انا عايز اشتغل على فالسايب من انجوم تفضل يا باشا ابدا ان انت خش كده في الايه ما بين انا فوسعتلك الدنيا وبينتلك الميديا لك يا عايز تخش تفضل ابدأ اخش بقى حط على الكورتكس وابعد بقى عن الفالكس وابدأ ان انت خشه اشتغل يا باشا على التيومر بتاعك الله يسهلك طب لو انت عايز تخش هنا بقى فيه اناتومي من المتعة والاثارة ولنا بستمتع بيهم السيرجيكال اناتومي الجميل تعالى نفتكر مع بعض كده الاناتومي واحنا دخلين يعني وانت داخل كده واحنا دخلين مع بعض عملين نتعمق في الانتر همسفيريك ابروش بنرجع مع بعض ايه اناتومي هو انت بالانتر همسفيريك ابروش ده عايز توصل لمن في الاغلبة عايز اروح للكورباس كالوس عايز اعمل ترانس كالوسال ابروش للاترال فنتركل وممكن كمان الثيرد فنتركل زي ما هنشوف طيب يلا ايه في فضل خش بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة وانا داخل انا شغال على ميلي فرانتل فانا كان شغال على ميديا الفرانتل جايرس داخل لجوه المفروض ان هذا في اوصل لمن للكورباس كالوسال بس انا عايز اقولك على حاجة هنا الكورباس كالوسال كان فيه ارتري بيلف حواليه فاكروا اه فاكر الكورباس كالوسال اصلا كان فيه زي اسمه ايه ده سالكس كده حواليه اسمه كالوزال سالكس عنده حوالين كالوزال سالكس ده او جوه كالوزال سالكس ده كان فيه ارتري كده كان اسمه ايه كان اسمه بيري كالوسال ارتري الارتري اللي بيلف حواليه كورباس كالوسال كان اسمه ايه بيري كالوسال ارتري هذا الارتري اللي هو الكونتينوشن بتاع الايه بتاع الانتيروس سربرا لو فاكر تمام طيب حلو قوي يعني انت قصدك بقى ان انا عشان اوصل الكورباسكالوزم المفروض ان انا وانا نازل في الميد لاين اوصل الاقي مين الاقي الارتري اللي هو البركالوزل ده واحد يمين واحد شمال واروح ايه شايف بقى تحتية الكورباسكالوزم واروح فاتح اجابة صحيحة ولكنها خطئة ليه لان مش البركالوزل الارتري هو اول الارتري انت هتشوفه اوبا امال ايه اه ارجعلي بقى لاناتم حضرتك فاكر كان فيه برانش بيخرج من الانتيريو سيريبرل قبل ما يكمل كابيري كالوزل كان اسمه كالوزو مارجنال ارتري اه فاكر لا ارجعلي بقى المحاضرات للاناتمي الكرينيال فيسل جورنيز الكالوزو مارجنال ارتري ده كان بيمشي فين اه ده كان بيمشي في السينجولت سالكس اللي هو السالكس اللي فوق مين اللي فوق السينجولت جايروس الله تخيل ده نممكن اتلغبط لغبطها جامدة جدا ده نممكن وانا داخل في الانتيريو سيريك ابروش اشوف الكالوزو مارجنال ارتري وافتكره البريكالوزل واشوف السينجولت جايروس وافتكره مين افتكره الكوربس كالوزم واروح فاتح في السينجولت جايروس لكن انا هنا جاي اقول لك خد بالك يا باشا ان انت المفروض ان انت وانت داخل في الانتيريو سيريك او ترانس كالوزو الابروتش اول حاجة ان انت بتدور على الكالوزو مارجنال ارتري الاول هو اللي هيبان لك ثم السينجولت جايروس تروح محاسبهم وتقول له انا خدت بالي منك يا كالوزو مارجنال ومش هتضحك علي وانا عارف ان انت مش البريكالوزل انت الكالوزو مارجنال واللي تحتية ده مش الكوربس كالوزم ده السينجولت جايروس حضرتك حاسبي عم السينجولت جايروس يمين وشمال الله اهلا بك يا بيريكالوزا اليمين اهلا بك يا بيريكالوزا الشمال واهلا بالكوربس كالوزم اللي بيكون لونه عن شكل الكورتكس أو سنجل الكورتكس حمدل على السلامة يا عمنا الكورباس كالوزم ونقدر ان احنا نكمل الابروتش بتاعنا اللي هو ترانس كالوزم ولكن هنا هرجع تاني واقول عشان اوصل الى الكورباس كالوزم انا نايمت العيان ازاي نايمت العيان سمي سيتنج ورفعت ايه جسمه الفوق عملت الاسكين انسيجن بتاعتي ازاي عملتها انفرتد يو شيبت انسيجن الانتيرو لمب 6 سنتي قدام الكورونال البصير لمب 2 سنتيمتر وراء الكورونال والايه والكيرف بتاعي معد الميدلاين البيس بتاعتي ناحية الودان بعد لما عملت الاسكين فلاب عملت الكريمناتوم بتاعتي واحترمت السجنة لصينة زي ما اتفقنا لما جيت بعد كده افتحت ديورة فتحتها يو شيبت بس البيس بتاعتها ناحية السينة وخدت السينة وقلبته معايا عشان يفتحني الحتة بتاع الايه الميديا لونجوتيودين الفشر وبعد كده دخلته اعادت تعمق في الايه في الانتر هيمسفيريك سبيس ما بين الفولكس والايه والكورتكس عدد الميديا الفرانتال جايروس ثم دخلت المين لقيت قدامي مين كالوزو مارجينال ارتري يمين وشمال او هنا المفروض ناحية واحدة هيبقى يمين وبعدين السينجلت سلام عليكم عم السينجلت جايروس ثم بيري كالوزو الارتري تحت مين تحت مين بقى الكوربس كالوزوم الممتع الجميل وهنا بتبدأ ان انت تجوك بقى انت عايز تعمل ايه مش عايز تكمل الرحلة بقى مش عايز تكمل الترانس كالوزو الابروتش بعد لما عددت كل هذه المراحل يعني عايز تخشر بقى من الكوربس كالوزوم طب الكوربس كالوزوم ده يدخلك لفين والله لو انت ماشي في الميد لاين بالزبط المفروض يعني على حسب ما انت مذكر الاناتومي انت لو ماشي في الميد لاين بالزبط الكوربس كالوزوم تحتيج field augustum صح السيبتام بلوسيدم اللي هو ما بين التو فانتركلز آه يعني انا لو دخلت في الميد لايم بزبط اخش على السيبتام بلوسيدم ولكني لو دخلت بنحراف شوية او دخلت لاترال سيكا هتلاقيني وصلت الفين للفانتركل الله يعني يوصلني للاترال فانتركل آه بس تعالى في الاول نفهم احنا هنعمل كالوزوتوم ازاي يعني هتفتح الكورباس كالوزوم ازاي والله انت لما بتوصل الكورباس كالوزوم هتعمل مفروض ان انت ايه هتعمل فيه انسجن هتعمل فيه انسجن ازاي يعني تاخده بالطول كله انت هدفك ايه خب بالك الكورباس كالوزوم ده ده واحد من اهم الستركترز اللي هي بتربط التو سيريبر الهيمسفيرز ببعض الله وبالتالي فانت لو انت هدفك انك تعمل ديس كونكشن ما بين التو سيريبر الهيمسفيرز وعلى فكرة ده بيحصل في بعض الجراحات بتاعت الابلابسي سيرجري الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم حاجة اسمها لينوجا ستو وارجع لمحاضرات السيجرز مرض اللي هو لينوجا ستو بتاع الاتونيك سيجرز ده من ضمن العلاجات الجراحية بتاعته ان هو يروح ايه جاي كده عامل كالوزوتومي كبيرة كده وبفاصل ما بين التو سيريبر الهيمسفيرز ان هو ايه قطع لك الكورباس كالوزوم بشكل كبير يعني ده ماشي ده في حالة معينة ولكن ده مش القاعدة اللي داخل ترانس كالوزول ابروش بهدف الوصول الى الفنتركل لا احنا مش عايزين نعمل ديس كونكشن جامد ما بين التو سيريبر الهيمسفيرز فانت ممكن تخلي ايه تعمل انتيرير تخليك انتيرير لوكيت اكتر قريب من الجنوب بتاع الكورباس كالوزوم كده وتكون الانسجن بتاعتك لا تتعدى اثنين تلاتة سنتي يعني اثنين ونصف سنتي مسا اقل من كده مقبول اكتر من كده لا ده العين ممكن يخش في ديس كونكشن سندروم وكلام ده فالافضل ايه الافضل انت تخليك الانسجن صغيرة ومور انتيرير حلو الكلام المهم فانت لما فتحت بقى كورباس كالوزوم او عملت الكالوزوتومي الصغيرة اللي هي قلة 221 سنتي انت عايز تروح فين ولا عايز اروح على اللاترالفنتركل تروح منحرف ها لاترالسيكت تلاقي نفسك هبا وصلت الى مين الى اللاترالفنتركل ايه ده بص المنظر ده انا كده جوه اللاترالفنتركل الفكر الكلام ده ايه الكلام ده لانا جوه اللاترالفنتركل فعلا ده الفورمينوف منرو اهو مش ده الفورمينوف منرو ايوة يا عم ده الفورمينوف منرو اللي هو هيوصل على الثردفنتركل المزبوط وحتى ديه هنا فيه شوية بلوت فيسلس كده ده مين ده ده اسمه ثلاموستريت ياه ثلاموستريت والسبتالفين بداية رحلة الفيروس سيستم جادي جدا خلتلك لحد عندك اشوفك يا بنت اللازين اهو قادي الثلاموستريت وقادي السيبتالفين ومين ده اللي راجع لبرا ده يالا هوي ده ليش داع منه على ايه على الفورمينوف منرو ودليلك على ان انت في الناحي اليمين من ناحي الشمال كید الكلام بنه نتكلم عنه في الاندوسكوبك أبروش اكتر بعد كده لكن انت كده وصلت لي ايه للاترالفنتركل اللي بسلام والله فيه تيومر موجود في lateral ventricle حمدلله على السلامة تقدر تشتغل من هنا والله فيه تيومر موجود عند الفورمانوف مونرو تقدر توصله من هنا وحمدلله على السلامة طب لو فيه تيومر تاني موجود جواب third ventricle تقدر تخشله من هنا والله إنت أغيرتني بصراحة يعني أنا كنت لسا قاعد فوق عند الاسكين فجأة لقيت فيه skull فجأة لقيت فيه brain وسagital sinus بيبعد عني ودخلت في الانترهيمسفيرك لقيت فيه كورباس كالوزم بس في الاول عديت على كالوزو مارجنال ارتري وسينجولت جايروس وبركالوزو الارتري وكورباس كالوزم وفتحت الكورباس كالوزم ودخلت لقيت نفسي عند اللاترالفنتركل ولسه بستمتع بالفورمنوف منرو والثلامستريت والسبتالفين والكورويت بلاكزاس لقيتك بتغريني اكتر بقى انك عايز تخش على الثرد فنتركل عايز تخش على الثرد فنتركل تعال يلا بينا هنخش ازاي على الثرد فنتركل اوبا بص بقى على فاكرة انت ممكن تخش لها من فورمنوف منرو لو التيومر انتيريور في الانتيريور بارت في الثرد فنتركل وظاهر لك من فورمنوف منرو يلا توقع الله خش من فورمنوف منرو زي مثلا حالات الكولويت سيست الكولويت سيست ده بيكون فين ثرد فنتركل تيومر ناحية مين ناحية الايه ناحية الفورمنوف منرو وخشر وحمد الله على السلام بس داي ممكن نحب نخشوله اكتر بالاندوسكوب وده مش مهضانة النهاردة طيب افرد حاجة موجودة بقى في الميدل او البوستير طيب مات يلا بينا انت مش عارف اناتومي ولا ايه هو ايه اللي موجود هنا يلا والاي ممكن نخش من الميد لاين ايه الميد لاين ده ناحية السبتم يعني لا ما هو ايه اللي تحت السبتم اه حاجة اسمها الايه الفورنكس برافو عليك طب انا ممكن افتح الفورنكس في النص بالزبط ما بين التو فورنيس وتروح داخل حاجة اسمها انتر فورنيسيال ابروتش توصل الى ثيرد فنتركل يا ابن اللعيبة صح صح فعلا انك تخش ما بين الفورنيس تروح داخل على الثيرد فنتركل بيسموها انتر هيمسفيريك ترانز كالوزل او انتر فورنيسيال ابروتش صح دي فكرة محترمة جدا انك توصل بيها للثيرد فنتركل ايه تاني والله ممكن ان انا اخش عن طريق حوالين الكورويد بلاكزس كورويد بلاكزس اللي هو ماشي في الكورويد فيشر ده ممكن عن طريق برضو الكورويد بلاكزس اخش كده اما من فوق الكورويد بلاكزس حاجة بنسميها اللي هو السوبرا كورويد الابروتش من فوق الكورويد بلاكزس كانت تروح ايه ما بين الكورويد بلاكزس والفورنيس تروح داخل فتح الدنيا وداخل دي طريقة او تحت الكورويد بلاكزس ما بين الكورويد بلاكزاس والفيلم انتربوزيتم اللي هو التلاكورويدا اللي هو بيسموه بقى هنا ايه سابكورويدال ترانز فيلم انتربوزيتم ابروك مش مشكلة يبقى كده انا وصلت للاترال فنتركل ومنها قدرت اوصل كمان للثيرد فنتركل عن طريق تلاتة ابروتشز وعلى من اللي انت تحبه يقيمة في الميد لاين بالزبط عن طريق مين انترفورنيسيال ابروتش يقيمة لاترال شوية يقيمة فوق او تحت الكورويد بلاكزاس يقيمة بخش سوبرا كورويدال من فوق الكورويد بلاكزاس على الثيرد فنتركل او سابكورويدال ترانز مين بقى فيلم انتربوزيتم ابروتش وكده بقى وصلت للثيرد فنتركل يا على المتعة اللي انا فيها يا جماعة ده انا لسه كنت واقف فوق لسه واقف فوق بظبط الوزيشن اللي هو سيمي سيتنج وبرفع الدنيا الفوق وبعد كده روحت محدد الفلابة بتاعتي وقلت ان انا هعملها البيس بتاعها ناحية الويدن الانتيرير لينب 6 سنتي قدام الكورونال البصير لينب 2 سنتي ورا الكورونال والكرف بتاعي معدي الميد لاين علشان احترم السوبيري ساجتال ساينس وبعد كده عملت الكرنياتومي بتاعتي تلتينها فرانتل وتلتها برايتل ما بينهم الكورونال سوتشر وخدت بالي واحترمت الساجتال ساينس وانا بعمل البرهولز وانا بعمل الكرنياتومي وبعد لما رفعت العظمة وجيت ارفع افتح الديورة فتحت اليو شيب برضو بس البيس بتاعتها ناحية مين البيس بتاعتها ناحية الساجتال ساينس احتراما للساجتال ساينس وقلبت الفلابة ورفعتها عشان ابعد الساجتال ساينس عني هيبين لي الكونفكستي كورتكس واقدر اشتغل لو في تيومر او ليجن موجود في المنطقة دي اقدر اشتغل في البراساجتال ايريا والمنطقة الظريفة دي اقدر اخش واشتغل على الفلساين ايريا لو فيه فلساين من انجوم او حاجة واقدر كمان اخش بيه الانتر هيمسفيريك ابروتش اللي وصلني الى ترانس كالوزل هعمل انتر هيمسفيريك ترانس كالوزل ابروتش ولكن هنا امامي خطوات جميلة لازم اعديها عشان اوصل للتارجت بتاعي اوصل للهدف بتاعي في الاول وانا رازل بعد لما اعدي الميديا الفرانتال جايرس هلاقي مين قدامي يلا نفتكر مع بعض كالوزو مارجنال ارتري يا السلام سينجريت جايرس يا السلام بيري كالوزو الارتري يا السلام كورباس كالوزم يتقدم الى اللاترالفنتركل وصلت للاترالفنتركل وشفت الفورة منه في منرو وشفت الثلاموستريت وشفت السبتال فين وشفت الكورويد بلاكزاس الموضوع اغراني بزيادة ان انا عايز اوصل للثيرد فنتركل مش بس اللاترالفنتركل ممكن اخش من فورة منه في منرو وممكن اخش كمان من الميدلاين عن طريق الانتر فورنيسية الابروتش ما بين التو فورنيسي او ممكن اخش حوالين الكورويد بلاكزاس يا اما سوبركورويدل ابروتش يا اما سبكورويدل ترانز المتعة دي ايه المتعة دي ده انت وصلت لكل هذا الكلام منين من هذه الابروتش اللي هي الانتر هبسفيريك ابروتش الشبيهة جدا بالبرساجة الابروتش الشبيهة جدا بالفرانتو برايتل ابروتش كلام قمة قمة في المتعة اعتقد الدنيا واضحة والكلام ظريف اتمنى يكون الموضوع اتفهم كويس ده كان موضوع النهاردة عن الابروتش الفرانتو برايتل والانترم سفيريك والبرساجتل المرة جاية ان شاء الله بقى هنرجع الورا خلاص احنا خلصنا بقى فرانتل وبرايتل وتيمبورال هنرجع الورا شوية بقى هنتكلم مرة جاية ان شاء الله عن الاكسيبيتال ابروتش كان معكم احمد زهران